ليس بالمهمة السهلة انما هي العملية الاكثر ضبطا لمعادلة الامن والاستقرار في اقليم كردوسان كما هو حرص الدولة العراقية كاملة في مواجهة خلايا تنظيم داعش الارهابي الذي يعيد تشكيل قدراته العسكرية مستغلا الظروف الصحية والسياسية التي تمر بها البلاد هذه المرة الى كردوسان يختار التنظيم ولادة تخريبه من جديد وليست المرة الاولى في الاقليم انما هي الحصة الاكبر التي اكل نصيبها التنظيم على يد القوات الامنية باعتقال 22 شخصا متهمين بالمشاركة في اعمال ارهابية مع اعترافات بعضهم بنيتهم تنفيذ مجموعة اعمال ارهابية في مناطق عدة في الاقليم من السليمانية موسيكا طرف الخيط الذي دل جهاز الامن في الاقليم على تحركات مجموعة كشفت عن مخططاتها بضبط وثائق رسمية عائدة اليها اكثر من باب يدخله التنظيم لمحاولة استغلال ثورات امنية منها ما يعمل عليه مرارا في غزيل الادمغة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها ما يستغل به ضعف المواطنين والتأثير فيهم وتهديدهم وهذا حال العراق الذي تنتشر فيه خلايا الارهاب في المقابل فان العمليات المشتركة وما تنجزه من تنسيقا في المحافظات والاقليم احرزت تقدما كبيرا في الفترة الاخيرة وانجازا جديدا يسجل باعتقال والي التنظيم في مدينة الفلوجة يحارب العراق فلول التنظيم ومخططاته التي تزهيق ارواح العراقيين بدعم من التحالف الدولي وتنسيق امني عالي المستوى من المراقبة والمواجهة اما احباط الاقليم لهذا المخطط الكبير فما هو الا تعزيز لتفاؤل بمستقبل اكثر امانا في عموم البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر